سلام عليكم متابعين السيطرة الكاملة على حياتهم وكانت عصابات المافيا قد قدمت في الأيام الأخيرة السلع الأساسية عبر المناطق الجنوبية الأكثر فقرا في كمبانيا وكالابريا وسقلية وبوليا وذكرت وسائل الإعلام الغربية أنهم المافيا يسعون إلى الاستفادة من التوترات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وقال نيكولا جراتيري المدعي العام في بلدة كاتانزارو جنوب إيطاليا إن الملايين من العاملين لم يتلقوا أي دخل منذ أكثر من شهر وليست لديهم أي فكرة عن توقيت عودتهم للعمل وأضاف أنه إذا لم تتدخل الدولة قريبا لمساعدة هذه العائلات فستقدم المافيا خدماتها وتفرض سيطرتها على حياة الناس بينما يبلغ حجم المتضررين من هذه الأزمة نحو 3.3 مليون إيطالي وحذرت وزيرة الداخلية لوسيانا لمورغز في وقت سابق من أن المافيا يمكن أن تستفيد من الفقر المتزايد وتحاول تجنيد المواطنين الفقراء لحسابها وأصدرت الحكومة قسائم تسوق لدعم الأشخاص الذين يعانون من الأزمة بعد أن دخلت البلاد بأكملها في طريقي مسدود منذ التاسع من مارس ومن المقرر أن تمدد الحكومة فترة التأمين حتى مايو على الأقل وإن خفضت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا بنسبة طفيفة إذ فقط 570 شخصا حياتهم يوم الجمعة مقارنة باء 610 وذيات في اليوم السابق وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن أعداد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في الحادي والعشرين من فبراير ارتفعت إلى 18849 شخصا وهو المعدل الأعلى في العالم موسيقى